تحياتي وأهلاً وسهلاً في هذا البرنامج الجديد الذي تقدمه أنوار برس حكاية كتاب لماذا حكاية كتاب؟ أولاً سنتحدث عن الكتاب الرياضي يجب أن نعرف أن الكتاب الرياضي في المغرب أو في كل بلدان العالم الهدف من التعليف الكتاب في الرياضة دائماً هو غالبية الوقت كي يكون أجل التوتيق واحد حدث ريادي حقبة تاريخية تاريخ ديارها السحضارها النبش في الداكرة للأسف ونقولها وكثير من المتتبعين غير شاطروني الرأي أن في المغرب عندنا واحد منقص فضيع في المجال التوتيق وفي المجال الكتابة في الرياضة في المغرب تقريباً عندنا مئة عنوان أو مئة وثلاثة العنوين يعني مئة دي الكتب أو مئة وثلاثة اللي كيتكلموا في الرياضة مقارنة مع بلدان قريبة فكين فرق واحد الفارق كبير وكبيرة كبيرة في مصر مثلاً الدولة الشقيقة هناك أكثر من 8000 عنوان 8000 كتاب في تونس كذلك في الجزائر في الإمارات في قطر في السعودية يعني استبقونا بمسافات كبيرة في هذا المجال في المغرب كين محاولات وانطلقات من يعني من عقود كنت ذكروا الرواد ديون الأساتذة اللي تعلمنا علي ديهم عبدالله روشد مثلاً الحسين الحياني مرحوم أحمد صبري عدد كبير من الرواد اللي سبقونا في هذا المجال وخلفوا الأطهر الطيب ديهم كتوب في الرياضة بالجيل الحالي لازم نبعتوا حد تحية ديال التقدير والاحترام للزملاء اللي كي ناضلوا في هذا الميدان نذكر مثلاً الدكتور مصيب اليزغي بالخير سلام محمد الرئيس أحمد الرشاد وعدد كبير أعتادر عنها ما نذكرش اللائحة كلها ولكن كين زملاء اللي يستحقون كل التنويه وكل التقدير يعني المجهود اللي بدلوه من أجل العمل على توتيق الداكرة الرياضية المغربية هناك مقولة دائماً كنقولها ومن لا يحفظ ماضيه لن يحفظ المستقبله وهذا حقيقةً مشكلة عندنا هو أن الجيل الحالي مثلاً ما عندوش واحدة المعرفة واسعة بتاريخ الرياضي الوطني لازم نعرفه في هذا الإطار أن التاريخ المغربي رمشي وليد اليوم يعني منذ ما قبل الاستقلال والحركة الرياضية موجودة في المغرب وأبطال كتار قدمهم من المغرب على المستوى القاري على المستوى العربي العالمي الأولمبي وكنا كنتذكروا مثلاً العداء الكبير المرحوم عبد السامة الردي في العبقية كنتذكروا مثلاً سعيد عوطان هو المتوكيل عربي مبارك في كرة قدام أحمد فراس يعني لائحة طويلة وهناك ألقاب وإنجازات والرياضة في المغرب كانت دائماً سباقة عربياً وإفريقياً أنها كتوصل العالمية والحركة الرياضية الرياضية الأولمبية كتشهد بالمرور الجيد للرياضة المغربية برنامج حكاية كتاب كما قلت سأتذكروا على الكتاب الرياضي المغربي وسأكون محدود إن شاء الله بالحلقات المقبلة أنني أستطيع في الزملاء أبدعوا وكافحوا من أجل إصدار كتاب في الرياضة وحينما أقول كتاب الرياضة فأنا أتكلم عن يعني مجموعة من الخطوات يقوم بها المؤلف أو الكاتب لكي أعطينا هذا العمال وهذا التمر المجهود كما قلت ونحن لم نريد أن نفعل هذا البرنامج لكي نبدو أن نتبكى ولكن هذه حقيقة وواقع فهناك يعني متاعب كتير كي يواجه المؤلف أولا على مستوى الأرشيف أرشيف غير موجود بوحد نسبة عالية في المغرب أرشيف الرياضي كنا نتكلم عليه رغم أن تاريخ المغربي قدم لنا سجل هائل من الرياضيين من الألقاب من الأحداث الرياضية من المباريات من الملتقيات والتظاهرات من الأسماء الكبيرة لطبعات يعني الحركة الرياضية المغربية لعلى المستوى كما قلت الوطني أو القرية أو العربي أو الإقليمي أو العالمي والأولمبي ومع ذلك عدنا فقر في الأرشيف الرياضي عدنا فقر في المعلومة وبحكم تجريب المتواضع في إصدار عدد من الكتب والرياضة فأنا واجهت هذا الإقرار و هذا المشكل ترقت أبواب عدة هيئات ومؤسسات وجامعات بحثا عن معلومة بحثا عن مكتوب أو مصور ولكن للأسف كان دائما الأبواب ما نقولش مغلقة ولكن ما كالقاش ما أبحث عنه على أين كنا كنا نستعينوا في هذا الإطار لكي نعودوا هذا النقص في إيجاد المعلومة بالحكايات الشفاهية دي الأبطاء دينا لباقينا على قيد الحياة وضيطوا في عمرهم كنا نعتمدوا على الذاكرة ديرهم كيعطونا المعلومة المعلومة كتكون دائما قابلة إما الصواب إما فيها زايدين فيها شوية الملح أو ناقصين أو هذا ما يمكن نسعنوحنا بمقالات بجرائد وطنية قديمة بحل المحرير التحرير العالم لبتين ماروكين كان بعض الجرائب اللي كنا نسعنوا بها كذلك كان بعض أصدقاء اللي مهتمين بالأرشيف الرياضي خلصان كرة قدم اللي كنا نحييهم من هذا البرنامج اللي ديرين واحد من جهود كبير بتجميع المعلومات والأرشيف والصور قلت إلى جانب غياب المعلومات والوضوع في الأرشيف الرياضي في المغرب هناك مشاكل تعتارد المؤلف وتحديدا مشاكل مالية يعني الكتاب باش يخرجوا واحد الحلة جميلة تليق بجمالية الرياضة كي تطلب مصاريف وفي هذا الإطار مصاريف طبعا صور وكي باش تقدهم الطبع المونتاج المصححين المخريج المصمم يعني كتير من الأمور ترتبط بإنجاز الكتاب وكتطلب مصاريف مالية ومعظم أو إن لم نقول جميع الزملاء اللي كي مغلو في هذا الميدان كلهم إما الأغلبية فيهم صحفيين وأنتم ما كتعرفوا الصحفي في المغرب يعني نقدر نصنفو بخانة ديال الطبقة المتوسطة يعني الراتب ديالو يلا يكفيه بتغطية مصاريف الحياة اليومية ديالو فبالأحراء إخرج كتاب وطبع ديالو اللي نقدر نقول أن متوسط كتغطية كميزانية ديال إصدار كتابك كالتراوح ما بين خمسين أو ستين ألف درهم رغم بلغه ما شي سهل بالنسبة يعني المؤلف كان مشكل ديال الوقت كذلك كان مشكل ديال الوقت لأن المؤلف مطالب يعني يقوم بالعمل ديالو المهني الجريدة اللي يشتغل فيها أو في المنبر الإعلام اللي يشتغل فيها ويعمل في نفس الوقت على جميع المعلومات وعلى إجراء الحوارات وأخذ شهادات يعني من أجل يعني إصدار الكتاب غانب دو هذه السلسلة من الحلقات على الكتاب الرياضي حكاية الكتاب من تجربة شخصية طبعا كما كنقوله أقربونا أولى أقربونا أولى لأن الكتب وابقني الله سبحانه وتعالى في إصدارها قرب اليوم وعشتنا يعني الظروف كيفاش صدرت لابد في هذا الإطار وأتسمحوا لي أنتقل عليكم قبل أن ندع لأول كتاب اللي صدرت اللي كان هو كتاب أحمد فراس سيرة حياة في ألفين وسبعة بالتحديد فأنا كنت منذ طفولة يعني قارئ جيد أحب القراءة أحب مطالعة الرواية والقصة يعني أي حاجة كنت 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 جيب يديك كنقراءه كنت معجب كثير برواية نجيب محمود مثلا بمحمد الشكري المغربي المرحوم محمد الشكري يعني كثير من الأدباء كان إحسان عبد القدوس طبعا نحن في الجيل دينا كان كان روايات الرواية الشيماعية والرواية اللي كنت تكلم على يعني الرومانسية والحنين والنوستالجي كانت كثيرنا كثير بالطفولة ديالي كنت كابن مدينة المحمدية عاشق لفريق شباب محمدية واللي كان يعني يعج بالنجوم مقدمة دينا طبعا الأسطورة والنجم العميدة التاريخي المتخب الوطني أحمد فرس فا كنت أقطن في حي سميته حي درب الشباب ربما يحمل هذا اسم يعني علاقة بفريق شباب محمدية ربما ولكن اللي كان نذكر أنه كان يقطن فيه عدد كبير من اللاعبين فريق شباب محمدية في هذا الوقت منهم الإخوة الرعد المرحوم طار رعد المرحوم عبد الهادي محمد الرعد يعني الأخوة الرعد كلهم طبعا كان باعت الأخوة اللي باقين على قيد الحياة كل التحية والمودة كذلك أنا الطفل كنت نرافق لتدريب وعند النصر كنت جمعا من درب الشباب في مدينة المحمدية ودرب الشباب كنت في منطقة الأهلية بعيدة بكلمترات قليلاً على ملعب البشير كنت نذهب معهم وكنت نحضر للتدريب أيام المباريات الرسمية الحد كنت كنت أستيقظ باكرا وأذهب للمقر إقامة فريق شباب محمدية وكانت في المنظر الجميل فين كان المحطة النقل حاليا كانت مرتفع يطلع المحطة وكنت مبهر بالنجوم هذك الوقت ديال أحمد فرص سيلة قلاوة يعني النجوم عديدة اللي كانت كانت يعوج باع فريق شباب محمدية وكان روح معاهم للملعاب ومن هذك الوقت تخلق هذك الرابط العاطفي الوجداني مبيني وبين الرياضة بشكل عام فسبحان الله في هذك الوقت ما كانوش لقالية صوير مثلا كنت كتافي بديفتر 24 ورقة كان عندي كان دي معايا وكان قيد كنشجل مثلا اليوم شباب محمدية أجرى حصات عدريبية بكذا كذا بحضور كذا بكذا كان عديد الحس سبحان الله منه منه من الطفل فمرت الأيام وبدينا كنكبروه وبدينا كنمشول ملعاب كناضجين كنفهموا شوية ولكن العلاقة مع نجوم فرق شباب محمدية استمرت والعلاقة اللي بقيت كنفتخر بها وغنفتخر بها بقية حياتي هي علاقتي بالنجم أحمد فرس فأحمد فرس لاعبا مدربا رئيسا في واحد الفترة قصيرة لشباب محمدية بقيت العلاقة كتربتني معاه وأحمد فرس يعني رجول خجول بطبعه وكيف الدلداء يتوارى الخلف والزملاء ديالو اللي كيعرفوه عارفين الطبع ديالو فاحتمع الإعلام نادرا ما ما كيخرج يعطي تصريح أو من كان لعيب أو من فترة ديالو كان مدريب أو بألفين وخمسة بجريدة تحت شراكي عدنا في صحة رمضان الجريدة كتدير واحد يعني ميلف يومي يشمل يعني مقالات وحوارات في المجتمع في التقافة في السياسة في الرياضة يعني متنوع كتقدموا للقراء أولا من أجل الترفيه اليوم في رمضان ثانيا الإفادة والمعلومة ففي الرياضة كنا بمجتمع ولم يكن هناك أي مقترح يخص مثلا الحضور الرياضي في هذا الميلف في صحة رمضان 2005 فأيداب زميلي وأستادي وأخي عبد الحميد جماري مدير نشر حاليا جريدة تحت شراكي كي يطرح لي واحد السؤال كيقول يا عزيز انت كنعرف عندك علاقة وطيدة بأحمد فارس علش متفكرش تفاتحه في الأمر وتدير معاه واحد يعني سلسلة من الحوارات حول مصاري الرياضي وحياسي وكذا هو نجم طبعا محبوب لدى المغاربة كلهم وأكيد أن المغاربة ما عندهمش تفاصيل دي الحياة دياله فالرد ديالي قلت يا عبد الحميد انت كتعرف سيحمد فارس وصديق دياله كتعرف انه يفضل النزواء وما كيفضرش يوقف أمامه يعني أضواء الإعلام فقالي سيحمد الحميد لهذا اخترتك أنت بالبدالي لانا كنعرف سيحمد فارس يقين انه واحد المحبة وانتعده واحد مكانة خاصة عنده فأعتقد انه ما غيرتش كالطلب على أيين حاول دير تجربة وانت ما خاسروا هلو فعلا الفكرة عمرت لي دماغي وساعات اليوم كله وانا كنفكر غنتصل بسيحمد فارس ما عندوش التليفون ما عندوش الموبايل يعني المحمول البورتابل وكيف تضل دائما وما كيرفض هاد تقنية الجديدة في التواصل فمشيت من العمل من الضر بيدا المحمدية كنت بقي لغداء لا ممشيش للضر رتاح ولا انت غداء ولا مشيت مباشرة عند سيحمد للمدرسة ديرو مدرسة شبال الأطلس ملعب بشير فكنت ذاكرو وانا نطرح لي المسألة والديرة كذا وغنكون سعيد جدا لو منحتيني يعني تدوين مذكرات ديرك لعب كرة قدم كعميد فارق شباب محمدية لمدة دير تقريبا عقدين وعميد دير المتخب الوطني لمدة 14 سنة وأول عميد كيحمل كأس إفريقيا للأمام 76 وكذا ومهمة وأول لاعب مغربي وعربي ينال الكرة الدهبية كأحسن لاعب في إفريقيا فاختر أنه يصمت ما كان عنده ترد فعل بقيت أنا كان نتمحن في التقاسيم دير الوجه ديرو أنا كان فهموه لكان رامد شي فكرة كتبان على وجه كان محبيد كتبان فما باليورو في الوجه ديرو والتقاسيم ديرو ومعطتني أن خطة حتى انطباع قال لي أش خنقول لك سعزانة كانت تعرفني وانا مشي أنا اللي جبت اللقب الإفريقي ومشي أنا اللي كذا بل حنا كنا مجموعة من اللاعبين والطاقم التقني والطاقم الإداري والجامعة والمغرب وجلالة المالك المغفور لالحسن الثاني وولي العاد أنا داك سيدي محمد والمغاربة كلهم مالي جبوا هذا الكأس مش هي أحمد فراس وهو دائما هدي يتبع ديالو وهدي الأخلاق ديالو وكان هي واحد صديق اللي يقول لك آخر أخلاقه أخلاق الأنبياء فقال لي شوف من شافني يعني كان عدي واحد رد فعله قال لي هو اسمع خليني من هنا لغدين شاء الله نجوبك الغد خرج من العمل كما هو عادي يعني من جديد التحر الشراكي مشيت للمقهى في موالف كنت لقى أنا وسيحمد فراس ومعنا مجموعة من الأصدقاء كان مرحوم طار عاد كان أخ أستاذ فؤاد بالمير كان الأخ ديالو مونير بالمير كان عميد شباب محمدية السابق كان عبد الله أوبي الله كان محمد شروق يعني مجموعة من الأصدقاء كنا معتادين نتلقى في هذه المقهى في حديقة البرك في المحمدية معروف فرقيت السيحمد برك بوهده وعمده واحد الميل في حط قدامه بعد تبادل التحية طبعا ريحت منها قال لي يا أولدي عزيز را فكرت مزيان وانت عندي في مكانة غالية ومن قد شرد لك تطلب وأنا تحت الأمر ديالك وتحت الأمر ديالج جريدة التحية الشراكي وكان مغين نشكر جريدة التحية الشراكي وبالأخص أخونا وصديقنا عبد حميد جماري ما يفكر فيها أنا مستعد نعطيك كل ما قاعد دي بالذكرة كلاعيب وكلاعيب شباب محمدية كلاعيب دولي في المتخف الوطني وهذا الميلف وهذا اللي جلت هاو ما فيه مجموعة من الصور ديالي مجموعة من المقالات اللي كان كان الله يجل زيوم بخير الصحابين كتبوه بليها مجموعة من يعني الأخبار مجموعة من الحوارات وهذا الميلف كان شكر صديقي واحد من الأصدقاء ديالي كان نجمعه مغين نذكر اسم دياله سعود نعم سعود اسم معروف بالمحمدية اللي كان نجمعه وكذا فها هما وقل لي امتى نبدو فهاد طفقنا نبدو الغد اليوم الموالي قلت لي يا سيحمد غا تبقى تعطيني الساعة في النهار حتى نكملو فما نكدب شاريكم أنا يوميا مع سعود ديالصباح كتكن نمشي للمقافينا نتلقى مع السيحمد كاللقاه وصل القفل مني على الأقل بوحد ثلاثين دقيقة ثلاثين دقيقة كاللقاه كيكتب وكيصيب وكيحب انه انه يكتب بالدو المعلومات اللي كيتفكر كيكتبها بالدو وباقي عندي الوطائق باقي عندي أوراق مكتوبة بالخط ديرو وخطه يعني بين قوسين خط جميل 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 جدا معروف سيحمد فراس انه الخط ديرو الخط عربي يعني من الطيراز العالي وهذا كان هكذا كان استمرنا مدة وانا كنا نشيجون معها وكن بديت كنكتب المذكرات أعطيتهم الجريدة بداية من أول يوم برمضان وطيلة أيام شهر رمضان دووزنات قريبا ما بين 30 أو 34 حلقة الصبحة كاملة في الجريدة تحت شراكي والجميل هو انه اكتشفنا انه كان هناك اقبال عالي جدا على هاد سيلة دي المذكرات احمد فراس في 2005 ف ضروري نشكر جريدة تحت شراكي وأخ ديالي وزاميلي عبد الحميد جنماري مدير نشر الجريدة اللي كان اقتار علي الفكرة أول مرة وكنشكر احمد فراس لأنه استجاب الرغبة ديالي وبعد نشر المذكيرات دياله عبر صفحات جريدة تحت شراكي كنا في جلسة احمد فراس وتكلمنا احمد فراس وطرحت عليه لماذا نجمع هذه الحلقة كلها في كتاب كتاب ليكون المغاربة كلهم لعدهم مكانة قلوبهم كلهم عندهم مكانة خاصة بعد الرجل يعني ليعطاه كثير الرياضة المغربية ويبقى الاجيال القادمة ويبقى اللاعبين لدي الاندي الوطنية لدي المنتخب الوطني يشوفوا واحد النجم كبير يحمل القميص الوطني كيفاش بداء كيفاش كافح في ظروف يعني ظروف صعبة جداً لها ظروف شمعية لها ظروف مادية لبيئة تساعد على يعني صناعة نجم بقيمة احمد فرس ومع ذلك يعني تغلب عليها وصنع من احمد فرس اسم اللي كتعرفوا ليش غير المغرب افريقيا والعرب والعالم ويكفي انه مسؤولين او رئيس اشهر نادي في العالم ليهو ريال مادريد في 1972 جاء شخصياً احتل مغرب تل المحمدية وحاول انه يتعاقد مع اللاعب احمد فرس وعرض في هذا الوقت مبلغ 150 مليون سنتيم في هذا الوقت 150 مليون سنتيم ولكنه رفض ورفض كذلك عروض من اسبانيا من السعودية من فرنسا من الولايات المتحدة الامريكية باش يبقى في فريق شباب محمدية ويبقى قريب من المنتخب الوطني اظن طولت عليكم نكتفي بهذا بهذا الجزء في هذه الحلقة والحلقة التانية غنخصها الكتاب احمد فرس سيرة حياة شكراً على الاهتمام والى الحلقة المقبرة تحيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر